موسيقى من أوكرانيا أحييكم مشاهدينا الكرام من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كيف نشرة الأخبار أقدمها لكم أنصفون جولاق وبدايتها بأبرز العنوي قبل الانتخابات العامة في مارس 2020 الإعلان عن فوز نتنياهو بزعامة حزب الليكود عشرات القتلى والمصابين في تحطم طائرة ركاب بكازاخستان وفي النشرة أيضاً تقرير حول أبرز الأحداث التي شهدها العالم في 2019 موسيقى أهلاً بكم أعلن حزب الليكود فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بزعامته وبسهولة الأمر الذي يعطي نتنياهو دفعة قبل انتخابات آذار مارس التي ستشهد منافسة محتدمة على الأرجح منح حزب الليكود نتنياهو أكثر من 72% من الأصوات ونحو 27% لمنافسه جدعون سعر الذي اعترف بالهزيمة على تويتر قائلاً إنه سيدعم نتنياهو من أجل فوز الليكود في الانتخابات حان الوقت الآن للتوحيد وتحقيق نصر كاسحاً للليكود واليمين في الانتخابات معظم الأمة تدعم الليكود ومعظم الأمة تدعمني كرئيس للوزراء كان القرار النهائي في الانتخابات التمهيدية رئيسياً للتعبير عن الثقة في طريقي وفي طريقنا إجراءات عازل دونالد ترامب وفاشل بريكسيت والاحتجاجات السلمية التي انتهت بالتفريق العنيف في عشرات الدول عن أبرز الأحداث التي شهدها العام 2019 يعرفنا تقرير الزميلة أنجيلا ليشكو تحت هذا المسمى عرف العالم في عام 2019 الفضيحة التي دفعت للبدء بإجراء عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهم بإساءة استخدام السلطة وعرقالة عمل الكونغرس والسبب المكالمة الهاتفية التي جرت في شهر يوليو بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس أوكرانيا الديمقراطيون متأكدون من أن ترامب حاول إرغام زيلينسكي على فتح تحقيقات ضد منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن مقابل المساعدات العسكرية لكيا رئيسنا يتمتع بثقة شعبية مطلقة وعندما يخون هذه الثقة يهدد الدستورة وديمقراطيتنا وأمننا القومي إن إعلان عزل الرئيس الذي خلق على الأرجح الاقتصاد الأقوى في تاريخ بلدنا والذي أصبح أحد أنجح الرؤساء والذي لم يرتكب أي شيء هو جنون سياسي محد صوتوا لصالح عزل ترامب في مجلس النوبة وسيحدد مجلس الشيوخ المصير النهائي لقانون العزل في يناير 2020 في عام 2019 لم تتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي ولكن بعد عام من الجدل صادق مجلس النواب في نهاية على اتفاقية بريكزيت وقد تمكن من تحقيق ذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي بعد أن شغل منصبات ريزامي أجرى انتخابات برلمانية مبكرة التي أدت إلى عصول حزبه المحافظ على أغلبية مطلقة في البرلمان ليصادق بالتالي على الاتفاق مع بروكسل في هذه الدورة وبهذه الأغلبية هل سنتمكن أخيرا من فعل شيء ما؟ لقد تابعتم كل شيء هذه الانتخابات تعني أن الخروج سيحدث وهذا قرار الشعب البريطاني دون أي شك تميز عام 2019 بموجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات ففي فنزويلا أضح المواطنون بالرئيس نيكولاس مادورو بسبب المجاعة والبطالة وأصبح أخوان جوايدو المعارض زعيما جديدا لأول مرة منذ خمس سنوات خرج سكان هونغ كونغ للاحتجاج فهم يعرضون سياسة سلطات منطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي الساعي للتقارب مع بكين تحولت الاحتجاجات السلمية بعد أكثر من شهرين إلى مواجهات دامية مع الشرطة في جورجيا تمكن المحتجون من إرغام رئيس البرلمان على الاستقالة بعد أن دفعت كلمة النائب الروسي سيرجي قفريلوف الداعم لاحتلال أراضي جورجيا الآلاف لتنظيم الاحتجاجات في تبليسي جلس قفريلوف في كرسي رئيس البرلمان الجورجي ورح يتحدث باللغة الروسية احتلت روسيا عشرين بالمئة من أراضي جورجيا ونفذت هناك تطهيرا عرقية يجب عدم السماح لممثلي مجلس الدومة بدخول الأراضي الجورجية القمع والاعتقالات الجماعية وتلفيق القضايا الجنائية خيم على احتجاجات أغسطس في موسكو حيث احتج الناس على رفض لجنة الانتخابات السماحة للمرشحين المستقلين الترشحة لمجلس مدينة موسكو وقد وصفت سلطات موسكو تصرفات الشرطة بالمبررة تماما في عام 2019 شارك الأطفال أيضا في الاحتجاجات غاب تلميذ المدارس الأوروبية عن الدراسة يوم الجمعة للمشاركة في الاحتجاجات الدائمة لحماية المناخ ملهمة هذه الحركة هي الناشطة البيئية ابنة الستة عشر ربيعا جريتا ثومبرغ التي حصلت على أعلى جائزة لمنظمة العفو الدولية وأصبحت سفيرة الضمير لعام 2019 وافقت الحكومة الأوكرانية على تسهيل إجراءات منح الجنسية للأجانب الذين تطوعوا للدفاع عن الدولة في إقليم الدنبار الشرق البلاد أوضح رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونتشاروك بأن المتطوعين الأجانب لم يتمكنوا في السابق حتى من الحصول على تصاريح للإقامة في أوكرانيا التي تعد الخطوة الأولى للحصول على الجنسية تسعون من عملاء العدو المدانين والإرهابيين حصيلة عمل جهاز مكافحة التجسس الأوكراني خلال العام 2019 وفقا لإدارة الجهاز فإنه بالتعاون مع جهاز أمن الدولة الأوكراني تلقى 24 شخصا أحكاما بالسجن بتهمة الخيانة العظمى وتلقى 35 آخرون أحكاما تتعلق بأنشطة إرهابية أضافت إدارة الاستخبارات بأنه تم رفع 239 قضية جنائية على خلفية جرائم تمس الأمن القومية والمدنية في البلاد من بينها سبع قضايا تتعلق بالتجسس أطلقت في أوكرانيا بوابة خدمات إلكترونية لشؤون النقل والشحن التي تستطيع من خلالها الشركات تعبئة نماذج نقل الشحنات والبضائع عبر شبكة الإنترنيت ودأ الموقع عمله التجريبي في 19 ديسمبر حيث أصدر نحو 800 ألف من الوثائق التي استغرق إصدارها ثلاثة أيام فقط وأصبح بمقدور الشركات الحصول على هذه الخدمة خلال ثلاث دقائق الهدف من هذه البوابة توفير وقت الشركات النقل والاستغناء عن العمل الورقي إضافة إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية النظام سيظهر لنا مدى سرعة عمل تصريح الحجز وأمل أن تكون الخطوة التالية هي التصريح الرقمية نحن بصدد طرح هذا العرض لشركائنا من بولندا وملدوفا وأذربيجان وكازاخستان من أجل استبداد الحواجز الورقية بالحلول الرقمية التي تسهل النقل والتبادل المعلومات والسلع تحطمت طائرة ركاب في كازاخستان تقل نحو مئة شخص ما أسفر عن مقتل إثنى عشر شخصا وإصابة ستة وستين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى ومن بينهم ثمانية أطفال قالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان قالت في بيان إن الطائرة التي كانت تقل خمسة وتسعين راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كانت متوجهة صوب العاصمة نور سلطان ولم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير ثم سقطت في منطقة سكنية بعد وقت قصير من الإقلاع ترجح التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب عطل فني أو خطأ بشري وتقوم فرق الإنقاذ بجمع الحطام في مكان سقوط الطائرة أعلنت الحكومة الكازاخستانية يوم السبت يوم حداد وطني على ضحايا الحادث ارتطم ذيل الطائرة مرتين بالمدرج عندما كانت تحاول الإقلاع رجال الإنقاذ يعملون في الموقع وتم نقل جميع الركاب إلى المستشفيات للتأكد من سلامتهم شركة الطيران ألغت جميع الرحلات لحين معرفة أسباب الحادث استضمت سفينة شحن بشاطئ مضيق البوسفور في تركيا ما دفع السلطات إلى إغلاق الممر المزدحم عبر أكبر مدينة تركيا السفينة سونجا إريدم التي ترفع عالم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أنبارلي في إسطنبول ولم تتضح بعد أسباب الحادث وما إذا كان قد خلف ضحايا على متن السفينة عبر أكثر من أربعمائة سباح من سبع دول عبروا عبروا المياه الباردة لنهر بلطاوة في العاصمة براغ وذلك في إطار النسخة الثالثة والسبعين من سباق آلفريد نيكوديم التقليدي منذ العام 1947 يقام هذا السباق سنويا بعد يوم عيد الميلاد على المذهب الكاثوليكي وفيه يتنافس السباحون من جميع الأعمار على ثلاثة مستويات مئة ولا ثلاثمائة وسبعة سبعمائة وخمسين مترا لقد أحببت السباق حقا لأنني تقدمت في الجولة الأولى واستمتعت بعده بالشمس المكان يعجبني جدا مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني uatv.ua نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كييف مشاهدين شكرا لكم تابعونا على الشاشة وعلى الموقع وكذلك فيسبوك يوتيوب تويتر وإنسجرام في أمان الله تابعونا على الشاشة وعلى الموقع